ترجمة نانسي قنقر ست أسابيع مو معقول كتير مبسوطة وخليل إبراهيم رح ينبسط كمان إن شاء الله هلأ إجازة كبيرة علينا وبيوافق على المعالجة ايه أكيد رح يتعالج أكيد ورح يشوف ابنه عمي كبر للاسف أجيتوا على الفاضي مورو معنى اللي شهود شافوا أحمد سرقان أخدوه لهيك بدك تخبرني وين هو وقال لا رح تكون أنت المسؤول آلو ضد ضابط أحمد سرقان المخابرات إجوا عم يسألوا عنك تمام شكرا لك أنا مالي راجع عبل ما خلص شغلي بيروحوا لحال لا تخاف ليك هون مخبأي الأسلحة طيب أنتو من وين جايبينها من السمان من وين رح نأخده يعني من العصابات أكيد لك تشيتين شو الاسم يلي حفظونا يا صنايم كان معلّم لا غوراي معلّم غوراي هني كرا فيه خلعت غوراي الجلمة وشو أحبال شوي وال هو عم تتمقلسوا علينا ولا اي برد على اسكندر بس في حدود لا تخليني قوصكن احكوا متل العالم وخلونا نخلص دنيا عم اتدوّر عليكم لكت في مسخرة حميد ربك أني مع معصيك موسيقى 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 بس موسيقى يسلموا ايديك ألو وين هنّ أنا لازم روح لقى إمتى رح نضل بهالشكل شو قصدك يعني بقصد هيك بالسر سلطاني مو وقتها هلأ أنا مستعجل أنت ما بتحبني مو هيك قلتلك أنا مستعجل إذا بتريدي ماشي قلتلك كل شيء مقابلتك قلتلك كل شيء ماذا تفعلني ؟ شولا وين عبد الحي؟ واصل مشوار صغير وراجل يلا بروح معك لا انت خليك هون يمكن يجي حدا أحسن معلم أغلقوا محل مورو ماشي عبد الحي أنا جاي فورا لا ما أناك رايح لأي محل هلا في حديث مهم بدي أحكي معك امي في عندي شغل كتير مهم ليش ابني شغلك المهم ما بيخلص بالمرة بعدين كمان موضوعي مهم كتير خليه يمشي وبتحكي بغير وقت وضيع هالفرصة أكيد عم تمزح خليني هلأ أروح ومنحكي بس أرجع لا ما حذرت بتسمعني أول وبعدين بتمشي بصاهر المسألة مهمة أمك ما بتلح هيك بالعادة ماشي أمي عم اسمع بس لا تعبس هيك أمي بدي أحكي لك شغلة منيحة قدام الخير ما بيصير تعبس ماشي أمي بغيابك قالوا لنا الذكات رنحط عليه بشي روضة ايه يعني بعد قصة الحريق نفسيته تعبت كتير وقال وجوده مع ولاد من عمره بيفيده الولد ما بيعرف غير الختائرة حرام لو للتلفزيون كان فكر ما في غير الختائرة الحاصل بالروضة اجتمعت ببنت مرباية وحلوة وأحلى من الأمر أمي جبت لي واحدة من البنات اللي كانوا بالعزة لزاتية فيني وما حكيت شي بس بتعرفي أنه أنا ما بحب كون مجبور لا لا مو هيك ابني مو بالعزة هدنك رفقات المرحومة قونولة الغالية وما كانت بيناتهم البنت ليش هتفكرت؟ كم لي؟ قلبي مفتح للبنت وحبيتها من غير ما عارفها والله لو كانت بنتي من لحمي ودمي ما كنت بحبة لهالدرجة صدقني لا شفت بجمالة ولا برئتها ولا بزوءها عن جد أنا ما شفت مثل هالبنت بابا أنت هيك رأيك كمان؟ أنا ما إلي علاقة بالمرة آه شو بدك تنكر؟ أنت ما قلت لي البنت حلوة مثل ما واصفتيا وأكتر؟ إذا شفتيا حلوة معناتها حلوة عن جد أنا صار لازم أمشي وعدني أنك رح تشوف البنت بوعدك ماشي بكرة الصبح بتجي بتاخدني ومناخد علي معنى عن الروضة إذا ما كان عندي شغل رح أجي لا شغل ما شغل أنا ما لي علاقة الساعة 8 الصبح نحنا على الباب الجو بردها وعا تتأخر ما بدنا علي يمراض شوفي شو الموضوع المعومي يا ألفات؟ أنا حامل شو عم تحكي أنت يا ألفات؟ عم قول بده يجينا ولد يعني أنا حامل أنت عم تحكي جد؟ طيب كيف؟ وشو رح نعمل؟ شو رح نعمل يعني؟ بدك تعيش كرمالو شو رح نعمل أنت بتعرف كيف عرفوا محلمورو؟ لا أطول لي أخدوا عن طريق أجهزة التنصوت ومين هدا بقى؟ عميل أسكندر طبعا في عنده زلم كتير بالمديرية ايه؟ بدنا نشتبك مع جماعات الأمن؟ أول شي رح نحكي بالحسنة وإذا ما عطونا ياه؟ إذا ما عطونا ياه بدنا ندايقون بس من هلا يا معلم وقتها أنا ما رح رد على حكي حدا بالمرة لا ترد على حدا يالي بيشتغل لصالح اسكندر المجرم لا ترحموا بنوم شو رجعت إيدك فاضية؟ سيد ردوان قال ما يواخذونا الصورة ما منعطيها لحده تعرف ما منتدخل بشؤون التحرير حقي بكرة أو بعده إلا ما يلزمك شي مني بلى ما تضحك عليه بقصص تحرير وما تحرير ردوان بيك سبق وطلب الدعاية ويالديز رفض ينفذ الطلب وردوان بيك عم بيدفعلك معاش على الفاضي ما تروح طوص يالديز بس الصورة ما لازم تنطبع إذا فيني ساعدك بموضوع تاني معلش حقي لا تعصبني ولا بترك شغلي وبقعد بهالمكتب وكل يوم بطبع صورة لك أشكار بالزلط لا تهدد يا بولوت وعمل اللي بدك يا أنا نقلت لك كلام ردوان بيك وغير هيك ما في كلام ما عاد بدي تفوت ولا شاحني لك أشكار على المدينة وما بدي تتوزع ولا جريدين لهم ما عشي معالي من يومين صلحت العلاقة بشريكي بخربها انت معك تلفونه لشريكك شي ومين هو الشريكي معاليم اللي أصلحت مع الشريكي معاي معاليم اللي بكرة ما يشتري الجريدة أبدا والله مصيبة انه شريكي ما بيرد على أي حدا وأكيد بكرة الصبح بفوت على المحل وبشتري الجريدة لحال اللي يمنع هالشي طلعوا هذا هو الموقع هذا من البيوت التعب على مورو نتوقع فيه أربع أشخاص طفي الكاميرا نبهت شي على الشباب اللي جوا ايه وعملنا لون بروفا خمس مرات شغل الكاميرا نمشو يلا شباب مورو أنت قلتلهم مين أنا مين مع الماغ مورو فيه تشتين هلا بي مو محبوكي مو هي مظبوط معلم مانا محبوكي ليش شامم ريحة مو كويسة اي ريحة هالشغلة رح توقع على راسنا وما بظن رح يطالعوك على منبر البرلمان لتأدي القسم والله خايف يطالعوك على غير منبر يا معلم تشتو اذا وصلنا لقدام المدعي العام منوضح له معلم معلم هلا المدعي العام بده يصدقنا بعد كل هالحبكة والعمل ما قدرنا نهرب شو كان فينا نعمل مجبورين نكمل اللعبية ها 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 امشي 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 يلا طالع لبرلم شو ما نسمعولك امشي لشوف حرك حرك يلا طالع لبرلم مورو رح واجهك بالجماعة مشونا من واجه ما عندي اي مشكلة هاي الشغلة عادية كتير بس انا برأيي انه هون المحل ما نوم امن ما بتعرف شو بيطلع لك بالريف وشو رح يطلع بيطلع غزال او تيس ما بعرف بس لون الامر ما عجبني ابدا انتو بتعرفوه قاعدنا مورو مين قاعدنا مورو واقف مين انت واقف مخابرات كمليت ناطرين غزال او تيس ام فلنس لاي اي مخابرات انت احمد سرقان ما مين عميسال انا عميسال معلمه وقعنا بالناس العميقة شايف كيف بدك تعمل سورة هلأ بكل ارنب يطلعوا لك بدنا مورو مين انت اللي تاخد مني مورو يا اخ نجلل اذا بدك تعرف مين انا روح لعند اسكندر واسأله تروك ساحولا خدوا وانو خلونا نروح شاتين جب لي الفيلم يلي كله كذب وتلفيق يلا يلا اتحرك اذا جايين تحققوا وبلاها انا اعترفت بكل شي وهذا هو الفيلم يلا ما رايح معك لحالي وبشكل طوعي بس يعني سياسة اللكز والنكش بنتك فيش محل وبالمرة منك البير اللي موالي هزبالي وخبوه وأنا بحكي معكم بعديen هاتوه، أمرك مع الليم غضب العقب تبلي تكون مرادة على المدار، أخذ مورو معه، وأخذ أحمد سرقان أيضاً ما قالت؟ عيد عيد؟ معلم أحمد سرقان كشف العملية ومراد علمدار داهمه نوأخذ الكل تافه لك أنا من زمان بقول إنه لسانه طويل بكرة بيحكي كل شي كل شي نقياس الكندرة لأسم الجارة الختيارة مرني معلمه أنا جاهز إذا مره وأحمد سرقان مع مراد علمدار ليش تبقى أسطنبول مرتاحة تقلب لإسطنبول كله وبتلاقي لي اياهون أمرك سيدي إذا سمحت سيد عبد الحي كان في معي لوحة بس بقية تهنيك مع الشباب إذا بترجعوا لنا ياه بكون كتير ممنونك لأنه في إلى بعد عاطفي كتير كبير عندي هلأ بسوي لك برواز حلو لوشك وبعمل منك لوحة ما في إختها عنوان الطفل المشوه من وقت ما لتقينا لهالوقت ما تغير ميلك للعنف ليش نحن إيمتا لتقينا ولا مون إحنا الصبح لتقينا بالمينة وصار بيناتنا سلاح ورصاص يا زلمة شو نسي مارا أصلا أنا ندمان لأني ما أواصتك الصبح وكل ما عم بسمعك عم تحكي عن بندم أكتر بس الندم له نتيجة سيئة مالو ليش مكترين الحرس قدام الباب؟ شو عم بيصير؟ منه احتياط ومنه في خطة ببالي بس تطلع من عندي بدي ياك تشوف المقدم كنعان وبشي اسلوب مناسب بتقله إنه مورو عندي وإنه موجود بالمكتب والصبح بدي أأخذه للمدعي العام ليش بقى؟ مو مصدق ما؟ عن جد كنعان شخص مخلص وهي الطريقة الوحيدة لأختبره ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة مورو وقع بإيد مراد على مدار شو كما شو؟ ايه خلص رح نكشف جريمة قتل سعدي باشا ونفتحها قدام كل الناس واسكندر المتواطئ رح ينسجن أخيرا يا كنعان انت متأكد حضرة القائد الحاجز اللي اتدام المكتب للتبوي بس ومورو حاطينه بمكان تاني وبكرة بدون يغضول لقاء المدعي العام لكان من هلأ بتبلغني بكل شي بتقدروا تعرفوه بالتفصيل المدعي العام ما رح يشوف شي غير جسد مورو هذا إذا لقاها طبعا أم علم المكتب محاصر بس أنا فيه عندي طريقة مورو مونيك يا زكي حاطينه بغير محل خلصوني من القصة بدي أخذ نفس بقى وما أخذنا براءة بس ما يحكمون على لي لي موسيقى 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 المترجم للقناة 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 هاتوا لتشوف المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة خطك عليها جيداً أهلاً وسهلاً خالد أهلا وسهلا يا بنتي بتي عرفك هذا هو ابني إيه برو مراد تفرجيني وحده إيه بس هذا موقت معلم وعدتها يا عبد الحي طيب بتروح بعد الأدعاء العام مسافرة هي يعني عبد الحي باخد أمي وعلي ومنروحها الروضة وهنيك بشوف البنت من بعيد وبقى إلا ما عجبتني وبرجع بدون زعل وبفضل قصة موروف همت بقى لا والله يا معلم ما فهمت لبين ما يفيق مي ماتي بكون رجعت ولا تخلي هالجرائد قدامه ليش عما تحضر حالك من هلا؟ بل كي ما إجى مراد يا مرة إيه استرجي ما يجي والله ما باقى طلعه بوشه شو ما في غير اليوم لا بكرة لا عم ترح أجيل ليك قدي صار عمره ويا حبيبي لهلا قاعد عزابي يلا أبني يلا أمشي يلا حبيبي أعروضة يلا يلا لشوف ها ها شو حكيت عيد عيد؟ معلم أحمد سرقان كشف العملية ومراد علم دار دهامن وأخذ الكل تافه لك أنا من زمان بقول إنه لسانه طويل بكرة بيحكي كل شي كل شي نقياس الكندرة لأسم الشجارة الختيارة مرني معلمه أنا جاهز إذا مورو وأحمد سرقان مع مراد علم دار ليش تبقى اسطنبول مرتاحة تقلب لي اسطنبول كله وبتلاقي لي ياهن أمرك سيدي إذا سمحت سيد عبد الحي كان في معي لوحة بس بقيت هنيك مع الشباب إذا بترجعوا لنا ياهب تكون كتير ممنونك لأنه في إلى بعد عاطفي كتير كبير عندي هلأ بسوي لك برواز حلولة وشك وبعمل منك لوحة ما في إختها عنوان الطفل المشوه بقيت هنيك مع الشباب إذا بترجعوا لنا ياهب تكون كتير ممنونك لأنه في إلى بعد عاطفي كتير كبير عندي هلأ بسوي لك برواز حلولة وشك وبعمل منك لوحة ما في إختها عنوان الطفل المشوه من وقت ما لتقينا لهالوقت ما تغير ميلك للعنف ليش نحنا أيمتا لتقينا ولا مون إحنا الصبح لتقينا بالمينة وصار بيناتنا سلاح ورصاص يا زلمة شون سي مارا أصلا أنا ندمان لأني ما أواصتك الصبح وكل ما عم بسمعك عم تحكي عن بندم أكتر بس الندم له نتيجة سيئة مالو مالو ومنه في خطة بي بالي بس تطلع من عندي بدي ياك تشوف المقدم كنعان وبشي اسلوب مناسب بتقله إنه مورو عندي وإنه موجود بالمكتب انا ندمي لك ما نح يجيب انا قلت لك ما رح يجيب انا قلت لك ما رح يجيب انا إبني ما بيزحي الأمه أبدا يلا أمي يستعجلي شوي لكن لأ ابني جايين كلها القصة بسببك مورة ضيانةك مرلت جوزك هاتولة أشوف موفقين إن شاء الله ابني ليش هيك وشك مو ناين بالليل؟ أقل هم اليوم للصبح وأنا عم فكر يا ابني ما بصير إنك تمزح بهيك أمور لا والله يا ابني ما عممزح بس ليش كل هالأصرار ما فهمت؟ شو ما فهمت؟ أنا ما بدي يموت قبل ما جوزك يا الله مانتول ماني عايشة العيشة ما في نيجوز تازك تا معلم مراد علم دار أخذ موره معه وأخذ أحمد سرقان كمان شو حكيت عيد عيد؟ معلم أحمد سرقان كشف العملية ومراد علم دار داهمه وأخذ الكل تافه لك أنا من زمان بقول إنه لسانه طويل بكرة بيحكي كل شي كل شي نقياس الكندرة لأسم الشجارة الختيارة مرني معلمه أنا جاهز إذا موره وأحمد سرقان مع مراد علم دار ليش تبقى اسطنبول مرتاحة؟ تقلب لإسطنبول كله وبتلاقي ليه هون أمرك سيدي موسيقى 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 شو ما في غير اليوم لا بكرة لعين ترح أجيل ليك قدي ستار عمره ويا حبيبي لهلا قاعد عزابي يلا أبني يلا أمشي يلا حبيبي عروضة يلا يلا نشوف ها 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 وبتقل لي ما رح يجي موراد ايش وكليسوا ايش أنا قلت لك ما رح يجي أنا أبني ما بيزحي الأمه أبدا يلا أبني استعجلي شوي لك لا أبني جايين كلها القصة بسببك مورا ضيان تكبر لتجوزك هاتوا لشوف موفقين إن شاء الله يسلموا ايديك آلو وين هنة أنا لازم روح لأ إمتى رح نضل بهالشكل شو قصدك يعني بقصد هيك بالسر سلطاني مو وقتها هلا أنا مستعجل أنت ما بتحبني مو هيك قلتلك أنا مستعجل إذا بتريدي ماشي دورة بقصد مستعجل مستعجل السمسنا كلي تتتنى يا الله دهامون وأخذ الكل تافه لك أنا من زمان بقول إنه لسانه طويل بكرة بيحكي كل شي كل شي نقياس الكندرة لأسم الشجارة الختيارة مرني معلمه أنا جاهز إذا مورو وأحمد سرقان مع مراد على مدار ليش تبقى اسطنبول مرتاحة تقلب لي اسطنبول كله وبتلاقي لي اياهون أمرك سيدي إذا سمحت سيد عبد الحي كان في معي لوحة بس بقية تهنيك مع الشباب إذا بترجعوا لنا ياها بتكون كتير ممنونك لأنه في إلى بعد عاطفي كتير كبير عندي هلا بسوي لك برواز حلولة وشك وبعمل منك لوحة ما في إختها إن شاء الله للاقيها برا إن شاء الله لأنه ما رح فوت لجوا حتى لو ما أنا برا طالعها أنا لا تشغل بالك أنت أهلا وسهلا حبيبي يلا شدورة أهلا وسهلا حبيبي أهلا الله يمرأ على خير مرحبا 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 اشتركوا في القناة